الموضوع الأول عندنا في هذه الفقرة هو الشاي العراقي أو الشاي بصورة عامة يعني ناس عدنا مثلاً الشاي بالعراق أفسط مثلاً هنو عدنا بالقناة عدنا الجماعة يعني يتعازمون على الشاي يعني نوريس و سيد علاء و حسن نشرب شاي؟ يقول ليه نشرب شاي يتعازمون على الشاي عندنا الشاي العراقي شي يعني ما حد يقدر يستغنى عنه يمكنان الواحد اللي ما يشرب شاي يمكن بسوي الريوق الشاي العراقي أو الشاي بصورة عامة هو البانزين اللي يمشي البشر عندنا بالعراق شون السيارة تمشي ببانزين احنا عندنا البشر يمشي بشاي اذا مو قلاس شاي وتنعد الروحة ما يمشي يعني مستحيل لك عراقي ما يشرب شاي وحتى اللي ما يشرب مثلي يشربه ويا لكل مثلا ويا ريوق ويا غده شوفوا شلون في دراسة راح تفرح اللي يشربون شاي طبعا هي مرات تطلع عنا دراسات يقول لك الشاي والقهوة مدرش يسون بالعمر لا اليوم جاي بدراسة يقول تناول تناول كوبين من الشاي اليوم الواحد تزيد منه العمر اه بعد شنو يزيد من العمر الشاي تشرب اكثر من قلاسين باليوم لو استكانيين يزيد عمرك حسب هاي الدراسة لان الشاي بمواد وما عرف شنو هاي عسه بعد هذا الخبر اللي ما يشرب شاي راح يشرب شاي وهنا راح سطل مال شاي راح يجي يعني عندك نورس راح يجيب الكتلي مو القوري الكتلي مال شاي الغلايخ وابوه ومصطفى يسوي لهم الشاي يعني شربون شاي ينشرب شاي عزيم عدوم الشاي يعني شون مثلا معزوون على مندي شاي معزوون على شاي فهاي الدراسة راح تسوي الناس تشرب شاي بشراهة اكثر من قبل يعني اكثر من قبل يقلك تزيد عمر الانسان اللي يتناول في كانين عم قلاسين عم كوبين شا تسموهن سموهن خلنشوف هاي الدراسة وتفاصيلها وتعليقات الناس شنو كانت ردت فعلهم على دراسة الشاي يتقول الدراسة تناول كوبين من الشاي او اكثر يوميا يقلل من مخاطر الوفاة يقلل من مخاطر الوفاة يعني اذا احنا عدنا انا بعد من ناوهيتشي اشرب شاي قوة يعني اجيب افتح حقه وخلي بي سكاني تشاي يعني ان شاء الله لها ارادية يقولك يقلل من مخاطر الوفاة يعني يزيدك في العمر يعني تبقى عايش هاي الدراسة خلينشوف تعليقات الناس على هاي الدراسة من طلعت شنو كان ردت فعلهم يقول الدكتور احمد محمد قعد هو دكتور سنشوف شيفتي يقول على هذا الخبر العراقيون نسبة موتهم تقول وستطول اعمارهم يعني طبعي انا دكتور يعني ما جاي بشي جديد يعني انا اللي حجيته التمع القر ما جايني بشي جديد ما جايني يعني درجة الحرارة واحد وخمسين واحد وخمسين الظهر الساعة بالوحدة او الساعة بتلافر وعماله عماله همي انا مو هي شي شاي شاي ما حج يستغنى عنه يا دكتور انا من حجية التجية تعلقت لا تأتي بشي اناءات بمثله على قولت هذا ارن عليك اذا فعلت عظيمه يقول عمر مصدر الدراسة تاجر يمتلك مزارع شاي في ماليزيا واندونيسيا هي بيها وجهة نظر حتى ما جايزبك بيها وجهة نظر تاجر يمتلك مزارع مال شاي وجاي يسوه بس هي الشعب العراقي لو مو تاجر لو يقولولا باشر الشاي حرام لو يقولولا باشر الشاي ننسي جنع يشرب شاي نشرب شاي تعال نشرب شاي يقول ابو مصطفى الموت يدلل رب العرش العظيم لا شاي ولا هاي الكلاوات معت نورس لا شاي ولا هاي الكلاوات علي جاسم يقول ما شاء الله العراقيين يومين أربع قلاسات وشاي ويتوفون بارات على قتل على حواد سير أما تارت قول همزين باليوم أشرب تقريبا عشر استكاين وله الخبر أسوي هن عشرين إن شاء الله سوفوا تارت تارت ايه تارت مستعد أتراهن من شنو تردين إذا أنت تشربين عشر استكاين باليوم أتراهن من شنو تشذب بطلو ما أريد واحد يتشذب إحنا بعد ما نتحمل تشذب أيما المبالغة وعشرة أتراهن ويانش أبو محمد الخلفة ما يشرب عشر استكاين باليوم فين السالفة ماكو يشي عشر استكاين شاي كتلي ما تشاي قور كل القور جي بي ما تشاي عصريت يا تار هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس توفيس اللي هو موضوع الشاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر